اشتركوا في القناة وارسل إلينا أفضل كتبه وارسل إلينا أفضل رسله واشهد أن محمداً عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده أنقذ الله به الأمة من الظلالات إلى طريق الحق المبين حتى تركهم على المحجة البيضاء وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه ومن الذين إذا ذكروا يذكرون أما بعد فإن يشكر الله عز وجل على نعمة هذا الحضور وهذا اللقاء المبارك بالإخوة المباركين نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء نافعا مباركا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضع ثم نشكر القائمين على هذه الدورة هذه المباركة نشكرهم على اختيار الموضوع هذا الموضوع المبارك ونشكرهم أيضا على تشجيع الحاضرين ونشكرهم أيضا على ما يقدمون لقاصد أهل الحرمين الشريفين وخاصة الذين في مكة المكرمة نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضع إخواني نحن في هذه الدنيا نعلم علم اليقين أننا مسؤولون مسؤولين في هذه الدنيا لم نخلق لأجل هذه الدنيا وإنما خلقنا للآخرة لم نخلق لهذه الدنيا وإنما خلقنا للآخرة نحن في هذه الدنيا خلقنا للاختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا فنحن أيها الإخوة يجب أن نعمل لأن الله خلقنا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبعد فإن أهم القضايا الإسلامية التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل 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 الكتب قضية العقيدة فعقيدة المسلم أعز شيء عليه وأغلى شيء لديه عقيدة المسلم هي الرابط الوثيق بين العباد وخالقهم وبها ينقسم الناس إلى قسمين مؤمن وكافر فريق في الجنة وفريق في النار لأن العقيدة الصحيحة شرط في صحة القول والعمل ولأن العقيدة أول وأعظم وجل العلوم لأنها تتعلق بأسماء الله وصفاته وأن أعظم أعظم ما أمر الله به هو التوحيد وباختصار العقيدة الصحيحة هي التي تستفاد من المصادر الأصلية والمصادر الأصلية القرآن والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وستتكلم إن شاء الله عن المصادر الأصلية التي هي القرآن والسنة والإجباع هذه الدراسة قسمتها قسمين قسم دراسة نظرية وقسم دراسة تطبيقية والدراسة النظرية اليوم إن شاء الله والدراسة التطبيقية غدا بإذن الله تعالى ولذا قبل قبل أن نبدأ قبل أن نبدأ في هذه قبل أن نبدأ في هذه الأصول نتكلم تمهيد يسير عن العقيدة تمهيداً يسيراً عن العقيدة فيا إخواني العقيدة ما هو تعريف العقيدة هل تعرفوا العقيدة كل واحد عنده عقيدة ما هي العقيدة هذه العقيدة ما خوذة من العقد وهو الربط والشد والإيثاق والثبوت والإحكام هذا في لغة العرب في لغة العرب العقيدة ما خوذة من العقد وهو الشد والربط والإيثاق والثبوت والإحكام لكن العقيدة العقيدة ما هي العقيدة التي نطلبها شرعا هي الإيمان الجازم تصديق ما عندك فيه شك الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب له من التوحيد وأصول الإيمان الستة تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله وبما يتفرع عن هذه الأصول ويلحق بها مما هو من أصول الدين العقيدة الصحيحة يا إخوان السلف الصالح لهم إطلاقات كثيرة على العقيدة بعض منهم بعض من السلف الصالح يطلقون على العقيدة الصحيحة اسم السنة بعض منهم يقول العقيدة بعض منهم يقول السنة لماذا أطلقوا على العقيدة السنة لتمييزها عن عقائد ومقولات الفرق الضالة لأنها مستمدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مبينة للقرآن الكريم وقد ألف بعض السلف كتبا في العقيدة أسموها السنة ومنها كتاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وأيضا كتاب السنة لابن أبي عاصم وغيرهما أيضا من الإطلاقات على العقيدة اسم أصول الدين أصول الدين وذلك أن ملة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى اعتقاديات وعمليات والمراد بالعمليات علم الشرائع والأحكام المتعلقة بكيفية العمل كأحكم الصلاة والزكاة والبيوع وغيرها وتسمى فرعية أو فروع فهي كالفرع لعلم العقيدة لأن العقيدة يا إخواني العقيدة أشرف الطاعات العقيدة الإسلامية الصحيحة أشرف الطاعات ولأن صحتها شرط في قبول العبادات وكلنا نعلم كلنا نعلم يا إخوان أن الكفار وأعداء الإسلام يسعون لإفساد العقيدة وتشويه العقيدة عند المسلمين ولذا إذا فسدت العقيدة لم تقبل وبطل أجرها قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين أيضا من إطلاقات العقيدة بعض العلماء أطلق على العقيدة اسم الفقه الأكبر وذلك لأن العقيدة هي أصل الدين والفقه العملي الذي يسمى الفقه الأصغر فروعة وقد ألف الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى رسالة في العقيدة أسماها الفقه الأكبر فالعقيدة الصحيحة هي التي تعتمد على أصول ثابتة مستفادة من الكتاب والسنة وهي التي مأخوذة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إذن الوصف الصادق الذي يميز أهل العقيدة الصحيحة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفرق الأخرى التي تسير على غير طريقة النبي عليه الصلاة والسلام بين صفة الفرقه الناجية والفرقه الناجية كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي من كان العقيدة الصحيحة والطريقة الصحيحة ما كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هناك فرق أخرى كثيرة هناك فرق أخرى كثيرة منهم من يأخذ عقيدته من عقول البشر واجتهادات البشر منهم من يأخذ عقيدته من علم الكلام الذي ورثوا عن فلاسفة اليونان فيقدمون على كلام الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم فيردون النصوص الشرعية الثابتة أو يؤولونها نسأل الله التوفيق ولذا يا إخوان كما الذين أولوا النصوص الشرعية يقولون كما قالوا كل نص أوفم التشبيهة أويله أو فوض ورم تنزيها ولذا تكلم العلماء كثيرا عن هذا التأويل وعن الفرق أهل المخالفة انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب مجموع فتاة وابن تيمية وشرح الطحاوية وأيضا يا إخوان بعض منهم نسأل الله العافية اعتمد على عقائد الآخرين يعني بعضهم بعضهم يعتقدوا من الرافضة أو القدرية يسيرون على أشياء لا ترضي الله عز وجل ويتبعون مشائخهم وعلماءهم بدون دليل ولذا ينبغي للإنسان أن يراجع جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني هذا أشعري مع شرحها تحفة المريد هؤلاء يا إخوان الذين يؤولون يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين المراد من النصوص وأن السلف الصالح السلف الصالح لم يفهموا النصوص وأيضا من هذه الفرق من يأخذ عقيدته من آراء علمائهم وإمتهم كما يدعمون منهم من يأخذ من علم الكلام ومنهم من يعتقد في إمامه يأخذ في شيخه وهؤلاء يا إخوان الذين يعتقدون في هؤلاء بدون دليل من القرآن والسنة وإنما آراءهم مبنية في كثير من الأحيان على الهوى كالرافضة وغيرهم ويقدمون كلام إمتهم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كما أن هذه الفرق منها من تنتسب إلى من أسسها وإنشاء وصولها العقيدية كالجهمية نسبة إلى جهم المصفوان ولا شاعرة نسبة إلى أب الحسن الأشعري وإن كان بالحسن الأشعري رحمه الله رجع عن عقيدته إلى عقيدة السلف وكتب بذلك إجتابا اسمه الإبانة رحمه الله تعالى لكن أتبعه ما زالوا مستمرين على الطريقة الأولى هداهم الله ولذا نعلم يا إخوان أيضا بعضهم مثلا الإبابية نسبة إلى عبد الله بن أباط من هذه الفرق من تنتسب إلى بعض أرائها العقيدية المخالفة للهدي النبوي أو إلى بعض أفعاله السيئة كالروافق نسبة إلى رفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتبرئاتهم منهما والقدرية نسبة إلى القدر والخوارج نسبة إلى الخروج على الولاة وغيرهم ولهذا ندعو ندعو إخواننا المسلمين لتصحيح العقائد والرجوع إلى سنة المصطفى أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم لأن الانتساب والاتباع لغير سنة المعصوم من الخطأ والزلل رسول الله محمد بن عبد الله المؤيد بالوحي والذي لا ينطق عن الهواء إنه إلا وحي يوحى ولذا يخوان الفرق كثيرة أترك الفرق كلها إذا جاءك شيء عن الله وعن رسوله لأنه وحي يوحى وقد سأل رجل هل من مالك ابن أنس رحمه الله تعالى فقال من أهل السنة يا أبا عبد الله فقال الذين ليس لهم لقب الذين ليس لهم لقب يعرفون به ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي لا جهمي ولا قدري ولا غير ذلك ولذا ينبغي لنا يا إخوان لا يقول لا جهمي ولا قدري ولا رافضي وما إلى ذلك كذلك أهل السنة الصحيحة يسيرون على منهج السلف الصالح الذين في مقدمتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أمتثال لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي هل تريد يا عبد الله أن تكون من الناجين هل تريد أن تكون من أصحاب الجنة اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا يا إخوان الذين خالفوا السنة وقسموا أنفسهم أهل التأويل اعتمدوا على أشياء كثيرة نسأل الله العافية يعني الذي أوقع بعض العلماء في التأويل أنهم قاسوا صفات الخالق جل وعلا على صفات المخلوقين ولذا أنصح بقراءة التوحيد لبن خزيمة وشرح الطحاوية كما بكرت قابل قليل وأيضا ينبغي لنا يا إخوان أن نعلم المراجع لا بد أن نراجع الكتب وننظر الذي يعتمد على كلام الله وكلام رسوله نأخذ به والذي يعتمد على رائع العقدية نبتعد عنه ونظر هناك مراجع كثيرة من هذه المراجع شرح عقيدة أهل السنة لله كآي وأيضا السنة للخلال وأيضا الفصل والتمهيد والإيمان والجامع في ألفاظ الكفر وأصول الدين عند بحنيفة ورسائل ودراسات في القرآن للدكتور ناصر العقل وأيضا مراجع كثيرة جدا تكلمت عن أسباب التي أوقعت إخواننا هؤلاء في التأويل العقيدة الصحيحة يا إخواني العقيدة الصحيحة لها آثار لها آثار جميلة جدا أدعو إخواني لقراءة العقل والنقل العقل والنقل أدعو إخواني لقراءة كتاب العقل والنقل المسمى دار تعارض العقل والنقل وهذا فيه الرد على كثير من المبتدعة ويدل على صريح المعقول بصحيح المنقول وهو مطبوع ومحقق وأيضا أوصي بكتاب منهاج السنة منهاج السنة وهو الرد على الرافض وتعظيم الرافض نسر الله العافية أكثر من الرسل يأخذون بكلام أئمتهم ولو خالف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويرون أن أئمتهم يتصرفون في الكون وأيضا الإمام أحمد رحمه الله له كتاب اسمه الرد على الجهمية إخواني ما هي عقيدتك ما هي عقيدتك أيها المسلم اسأل نفسك ما هي العقيدة ما يحكم ما يحكم به الإنسان في قلبه وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة يعني يحكم بقلبه على شيء فإن وافق الحق فهو صحيح وإن خالفه فهو باطل إذن نسأل عندنا علم وعندنا عقيدة هل هناك فرق بين العلم والعقيدة هل هناك فرق بين العلم والعقيدة العلم يا إخوان العلم تدرك الشيء على ما هو عليه فيه ظن وفيه علم العلم هو الذي تدرك الشيء على ما هو عليه يعني هذا محمد صحيح هذا أحمد هذا صحيح العلم تدرك الشيء على ما هو عليه لكن العقيدة أن تعتقد بقلبك عليه وتثبتها وتنفيها وإذا العلم إدراك العلم إدراك والعقيدة حكم العلم إدراك والعقيدة حكم وقد فسرها بعضهم بأنها حكم الذهن الجازم العقيدة كما قالوا حكم الذهن الجازم كما كما يقولون حكم الذهن الجازم إن طابق الشرع وطابق الحق فهو حق وإلا فهو باطل ولذا نقول العلم إدراك بلا حكم أما العقيدة فهي حكم يعني مثلا عقيدة النصارى الذين يقولون الله ثالث ثلاث ما هو دليلهم هذه عقيدة باطلة لأنه ليس عندهم دليل أيضا عقيدة الذين يعتقدون أن الأموات في القبور ينفعون وأنهم يدعونهم ويتوسطون بهم هذه أيضا يعتقدون اعتقاد لكن هذه عقيدة باطلة ولذا نقول العقيدة الفرق بين العقيدة والعلم أن العلم إدراك والعقيدة حكم لكن العلم يطابق الواقع والعقيدة قد تخالف الواقع الكلام في العقيدة كثير ولذا عيدكم إن شاء الله أننا نستمر في هذا الشهر كله نستمر في دروسنا ثلاث أيام في الأسبوع بإذن الله نقرأ كتابا جميل نقرأ من أوله إلى آخره في العقيدة بإذن الله تعالى ونبدأ فيه إن شاء الله من يوم السبت لكن غدا إن شاء الله نتكلم نتكلم عن الأمثلة نتكلم غدا عن الأمثلة التطبيقية العقيدة العقيدة المصادر الشرعية التطبيقية إذن نقول ما دم عرفنا العقيدة هي الجمع بين أطراف الشيء جمعا محكما وعرفنا شرعا كل ما عقد القلب على تصديقه من أمور الإيمان وشراء الإسلام وصفات الرحمن وخبر السنة والقرآن تصديق جازم لا شك فيه كل أخبار القرآن صدق اعتقدها اعتقاد جازم كل أخبار القرآن صدق وكل ما صحى الرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صدق اعتقد ذلك جازما لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أحكامه من الله عز وجل إنه إلا وحي يوحى فنحن نصدق الرسول عليه الصلاة والسلام كما نصدق الله من يطع الرسول فقد طاع الله ولذلك نصدق أخبار القرآن وأخبار الرسول لأنها مبنية على خبر الله ورسوله لكن نفهمها بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان ولذا يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسهات بصيرة وقد اتفق علماء أهل السنة على أن العقيلة الإسلامية تأخذ من ثلاثة مصادر جمعت في قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فالأمر بطاعة الله أمر باتباع القرآن والأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باتباع السنة والأمر بطاعة أولي الأمر أمر باتباع إجماع الأمة الإسلامية ولذا نقول العقيدة الصحيحة التي ينبغي أن نصح عقائدنا نراجع عقائدنا نصح المبنية على القرآن والمبنية على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فما هو المصدر الأول القرآن الكريم ما هو القرآن الكريم ما هو القرآن القرآن إخوان لغة المقرو وشرعا هو كلام الله المعجز المبدو بالفاتحة والمنتهي بسورة الناس وهو الموجود بين دفعه المصحف الآن وهو أمامنا ولله الحمد وهو محفوظ بحفظ الله تجده في كل مكان هذا القرآن من أوله إلى آخره محفوظ بحفظ الله عز وجل ولذا نقول هو كلام الله المعجز المبدوء بالفاتحة والمنتهي بالناس المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام في ثلاث وعشرين سنة مفرقا على حسب الحوادث فالقرآن هو الأصل الأول لاستمداد العقائد قال سبحانه وتعالى جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله آمنوا بالله آمنوا بالله ورسوله يعني اعتقدوا جميع ما جاء في القرآن وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعد كتاب الله وفي رواية كتاب الله وسنته هذا القرآن العظيم يا إخوان قرآن سماه الله مجيد وهذا القرآن هو خاتمة الكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى وقد وقد جعله الله حاكما على ما سبقه من الكتب ومهيم عليها فهو ناسخ لما فيها من الشراء والأحكام ولكن مصدقا لها في الاعتقاد والتوحيد كل الرسل كل الرسل عقلتهم لا إله إلا الله فالقرآن مصدق للعقيد عقيدة جميع الرسل ولأنهم كلهم يدعون إلى لا إله إلا الله قال الله تعالى في القرآن الكريم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقال تعالى وما كان هذا القرآن وأن يفتر من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين إذن أحبتي إخواني الواجب على جميع الناس الإيمان بالقرآن التصديق الجازم بالقرآن وأنه كلام الله والعمل بما فيه والخضوع لهديه والاعتمار بما أمر به والاجتناب ما نهى عنه وترك ما بأيديهم من الكتب السابقة اليهود والنصار وغيرهم لأن الله قال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يلتل عليهم قال وآمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وقد وقد اقتبت حكمة الله سبحانه وأن تكون الكتب السابقة لآجال معينة ولأوقات محددة ووكل حفرها إلى الذين استحفظوها من البشر كما قال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحباء بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء أما القرآن فقد أنزله الله جل وعلا هداية للعالمين إلى يوم القيامة ولذا عقيدة من إخواني أن التوراة كتاب اليهود التوراة منسوخ وأن كتاب النصارى أهل الإنجيل منسوخ وأنهم إن لم يؤمنوا بمحمد ويتبع شريعتهم من أهل النار وهم كفار أما القرآن قد أنزله الله جل وعلا هداية للعالمين إلى يوم القيامة ولذا ربنا سبحانه وتعالى تولى حفظه بنفسه ليس فيه تغيير وليس فيه تبديل لأنه قال إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لأنه لا يمكن لا يمكن أبداً أن يوجد أهداء من القرآن ولذا ربنا يقول إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وبهذا نعرف ضلال الرافضة ما بقال الرافضة يجعمون أن القرآن أن في القرآن ما ليس منه يقولون القرآن فيه كلام ليس من كلام الله ويقولون القرآن حذف منه شيء باقي منه شيء وأنه موجود مع المهدي سيأتي به كذب على الله وكذب على الأمة الإسلامية القرآن سيبقى حج على الناس إلى يوم القيامة وهو كامل كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج منه آية كله كما أنزل على رسول الله فهو الموجود في القرآن الكريم ولذا يبقى وسيبقى حجة على الناس إلى قرب يوم القيامة لماذا قلت إلى قرب يوم القيامة بعض من العلماء يقول إلى يوم القيامة لكن أنا قلت إلى قرب يوم القيامة لأن ما دام أن المسلمين متمسكين بالقرآن ويعملون به فإنه سيبقى أما إذا تركوا العمل به وخالفوه وهانوه ولم يعملوا به فإنه سيرفع ينامون ليلة ويصبحون لا يجدون في المصاحب شيئا ولا يجدون في صدورهم من القرآن شيء لسل الله العافية لماذا لأنه مهنوه مثل هذه الكعبة هذه الكعبة المشرفة ربنا سبحانه وتعالى حماها من أقوى قوة في ذلك الوقت لما جاء أصحاب الفلاح أرادوا أن يهدموها لكن إذا أهانوا أهانها الناس ولم يعملوا بطاعة الله فيها ولم يقتدوا برسول الله فيها فإنها سيتسلط عليها رجل يهدمها حجرا حجرا فحافظ على القرآن اعملوا به اقرأوه ألموا أولادكم قبل أن يفوتوا ويخرجوا منكم وكذلك هذه الكعبة المشرفة ولذا كثير من الناس الآن لا يهتمون بتعظيم الله عند هذه الكعبة ربا يقول فليعبودوا ربا هذا البيت بعض من الناس همه التمسح بالكعبة بعض من الناس همه التصوير بعض من الناس أيضا لا يهتموا بطاعة الله ولذا ينبغي للإنسان إخوان أن يهتم بالقرآن قبل أن ينزع اهتموا بالقرآن قبل أن ينزع واهتموا أيضا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إخواني نحن كم مرة ذكرنا الرسول عليه الصلاة والسلام كم مرة ذكرنا عشرين مرة كم واحد منكم صلى عليه هل صليت عليه عشرين مرة الواجب الواجب كلما ذكر الرسول صلي عليه الواجب علينا كلما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام نقول اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد لماذا لأنه في صالحك أنت إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب لك عشر حسنات وحسنات كثيرة فأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا نقول أيها الإخوة هذا القرآن الكريم هذا القرآن الكريم سيبقى هدى إليه إلى قرب يوم القيامة وكذلك سيبقى حج على الناس إلى يوم القيامة وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تنطابق على الرسول عليه الصلاة والسلام الأوصاف التي يجب عند اجتماعها قبول الكلام فيها أوصاف فيها أوصاف يجب أن نصدق الذي تجتمع في هذه الأوصاف ما هي الأوصاف؟ أوصاف إذا اجتمعت فيه إنسان يجب علينا أن نصدقه ما هي أهل ونقبل كلامه؟ أول أهل علم الثاني الصدق الثاني النصح الثالثة الفصاحة هل هذه مجتمع في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم مجتمع في الرسول عليه الصلاة والسلام هذه توجب قبول الكلام العلم الصدق النصح الفصاحة فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم متضمن لهذه الأنواع الأربعة ولذا قال العلماء هذا من أقوى الأدلة العقلية على وجوب قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بدون توقف بدون توقف لأننا لو سألنا هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن ربه هل هو جاهل؟ نقول لا بل هو أعلم الناس بالله نسأل هل هو كابب؟ لا بل هو أفتق البشر صلى الله عليه وسلم أفتق البشر كلاما نسأل هل هو غاش؟ لا بل هو أنصح الأمة الإسلامية وهل كلامه مجتمل على التعقيد وعدم الفهم؟ لا بل كلامه وأفصح الكلام وأبيل الكلام وأحسن الكلام صلى الله عليه وسلم ولذا يا إخوة أن نقول القرآن الكريم القرآن الكريم نعتقد فيه هذا الأصل الأول أن القرآن الكريم معجز بألفاظه ومعانيه تحدى الله به الأمم كافة أن يأتوا بمثله أو بسورة منه فعجزوا وفي ذلك قال الله عز وجل فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وقال تعالى فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداكم من دون الله إن كنتم صادقين هذا القرآن الكريم خاتم الكتب والمهيمن عليها فيجب اتباع ما جاء فيه وامتفال أمره ونهيه كما قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه هذا القرآن يجب علينا إخواني تحكيم في كل كبيرة وصغيرة والرجوع إليه وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اختلف فيه قال سبحانه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولذا نعتقد إخواني أن من أركان الإسلام ومبانيه العظيمة الإيمان بجميع الكتب السماوية وأن الكفر ببعضها كفر بالجميع لأن الإيمان لا بد أن يكون جامعا لا تفرق فيه ولا تبعير ولا اختلاف قال الرسول قال سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأخبر عن أهل الكتاب بأنهم مؤمنون ببعضها دون بعض قال تعالى قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم وقال تعالى عن هذا القرآن الكريم لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إذن أحبتي القرآن الكريم كلام الله تعالى وليس مخلوقا عقيدة المسلم الصحيحة أن القرآن كلام صفة من صفات الله ليس مخلوقا لأنه كلام الله حقيقة خروفة ومعانيه تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا وآمن به المؤمنون حقا قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسبع كلام الله فكلام الله صفة من صفاته وصفات الله غير مخلوقة فالقرآن الكريم وإن خط بالبنان وتولي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبطرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن فالأنامل والميدات والأقلام والأوراق مخلوقة والمكتوب بها غير مخلوق قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله فالصوت ولا الحال صوت القاري لكن ما المثل قول الباري سبحانه وتعالى ولذا وجب علينا يا إخوان أن نصدق بالقرآن ونعمل به هذا هو المصدر الأول قراءة نظرية لكن المصدر الثاني هو السنة النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعرف التعرف السنة في لغة العراء وهي الطريقة المعتادة السنة لكن شرعاً هي ما وظيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات الخلقية والخلقية يعني مثل الأقوال قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ومثال الأفعال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ومثال التقريرات أكل الضب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عن ذلك لكن نعتقد يا إخواني أن السنة النبوية الصحيحة وحي مثل القرآن الكريم تبين مجبله وتخصص عامه وتقيد مطلقه بل كما ذكر العلم رحمهم الله أن السنة جاءت بعقائد وأحكام كثيرة لم تذكر في القرآن الكريم كخروج الإمام المهدي في آخر الزمان وبيان كثير من أشراط الساعة وأحوال الموتى في القبور وغير ذلك ولذا ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام وأمرنا بطاعته فالسنة الصحيحة نصدقه ولو خالفت عقولنا إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصدقه ولو خالف عقولنا مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الميت حينما يدخل في القبر يسعن لأنه ورد أنه في يوم من الأيام دفنوا أحد الأموات ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام بعد دفنه وهم عند القبر استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل لو فتحنا القبر نجد الميت كما هو ما عنده واحد لكن نصدق الرسول ونكذب حقولنا لأن أمور البرزخ تخلف أمور الدنيا وتختلف عنها يعني من أمور البرزخ والآخرة مثل يخبر الإنسان إذا نام وتحلّب أنه في قصور أنه طائر في الجو أنه كذا وهو على سرير فالمهم أننا نصدق الرسول عليه الصلاة والسلام لأن السنة الصحيحة تبين مجمل القرآن وتخصص عامه وتقيد مطلقته مطلقه بل جاءت بعقائد وأحكام كثيرة وتذكر في القرآن الكريم ومن الأدلة على السنة قول الله عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة ما هي الحكمة في هذا السياق هي السنة نبوية وقال سبحانه وتعالى لتحكم بين الناس ببارك الله أي لتبين للناس بالسنة ما نزل إليه من القرآن وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وقال أيضا ألا وإني أوتيت القرآن مثله معه وقال أيضا تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ما إلا هالك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى السنة سفينة نوح السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وقال بعض السلف كما ذكر ذلك الإمام البرب هاري في كتابه شرح السنة القرآن أحوج للسنة من السنة القرآن لأن القرآن الكريم في أغلبه مجمم مجمل يحتاج إلى بيان عقائده وأحكامه وأما السنة فهي مفصلة مبينة ولذا يا إخوان نعلم أنه في يوم من الأيام وفي سنين مضت خرج مجموعة من الشباب قالوا إننا نكتفي بالقرآن السنة فيها وضع وفيها أحاديث خير صحيحة نكتفي بالقرآن الكريم فحضروا عند عند عبد العزيز عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال الله عمر بن عبد العزيز لا بد من السنة قالوا كل شيء في القرآن قال رأيتم القرآن قال أقيب الصلاة هل في القرآن أن صلاة العشار ركحات وصلاة المغرب ثلاث ركحات وصلاة الفجر ركحات قالوا لا قال كيف نعرف الصلاة هيا لا بد من السنة ثم سألهم سؤالا آخر فقال الرسول ربع القرآن ذكر قال أدوا الزكاة فهل بيّن لنا القرآن مصارف الزكاة قالوا لا قال إذن لا بد من السنة فالسنة يا إخوان الصحيحة لا بد منها لأنها لأن السنة ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير والسنة حجة يجب قبولها والعمل بها كما يجب قبول القرآن والعمل به ولا دل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا منها قول تعالى واطعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وكذلك لا دل على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله وقوله وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليف والإجمع المسلمين منذ بعثة نبينا محمد إلى يومنا هذا على أن كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات حجة يجب العمل بها إذا صحت الآن عرفنا شيئا يسيرا عن القرآن المصدر الأول وعرفنا شيئا عن المصدر الثاني وهو السنة بقي علينا من الأهد اللهم المتفق عليها الإجماع الإجماع والإجماع حجة لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسات بصيرا وهذا يدل على وجوب متابعة المؤمنين وتحريم مخالفتهم ولقوله صلى الله عليه وسلم إن أمة لا تجتمع على ضلالة وقوله إن إذا الله مع الجماعة وقوله من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ولذا قال علماء الأصول بمجموعها تفيد علما ضروريا أن نبي صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه وإذا النبي عليه الصلاة والسلام قد عظم شأن هذه الأمة وأخبر أنها معصومة عن الخطأ كما بيّن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد علمنا بغرورة قد علمنا أن هذه الأمة كما ذكر علماء الأصول أنها معصومة من الخطأ إذا اجتمع علماؤها كما علمنا بالضرورة شجاعة علي وسخاحات وإذا عصمت الأمة من الخطأ فإن إجماعهم يكون حجة لأنه حق وهذا مذهب جمهور الفقهة ولذا يخوى الإجماع الإجماع كما ذكر العلم رحمهم الله أن له شروط الإجماع هو الاتفاق ويأتي بمعنى القصد تقول أجمعت الصيام إذا نويت وشارع عن اتفاق علماء الأمة على أمر ديني لكن هذا الإجماع أيضا له شروط الشرط الأول أن يكون الشرط الأول أن يكون الاتفاق بين علماء الشريعة إذ لا عبرة بخلاف غير العلماء على القول الراجع الشرط الثاني أن لا يخالف عالم بالدليل فإن خالف بغير دليل لا عبرة بخلاف الشرط الثالث أن يكون الاتفاق في أمر شرعي الأحكام العقلية كالرياضيات والأحكام التجريبية كالطب والأحكام الوضعية كواعد اللغة والتجويدات لا تقف الإجماع ولا أبد للإجماع من مستند قرآني أو حديثي سواء كان عندنا معلوما أو غير معلوم لأن الحق في الشرع يأتي من الوحيد الكتاب والسنة قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسات مصير وقال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمة على ضلالة ومن أنفلة الإجماع على العقيدة أجمع العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل للأنبياء والمرسل وأجمع العلم على أن من طعنا في خلافة عثمان فهو ضال مضل نسأل الله العافية ولذا وجب علينا يا إخوان أن نهتم بهذه المصادر وإن شاء الله غدا سنأتي بدراسة تطبيقية على هذه المصادر ولكلامنا هذا أسأل عز وجل أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى وأن يهدينا لاتباع الطريقة الصحيحة في العقيدة وفي جميع الأحكام الشرعية نسأله أن يوفقنا ويهدينا لتصحيح عقيدتنا نأخذها من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى ثم أيضا نسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم وأسأل الله عز وجل أن نصل أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان وأن يهديهم الصراط المستقيم وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يوفقهم لتحكيم كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأسأله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يولف بين قلوبهم وأن يرزقهم المتضام اللهم عز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر عداك عداء الدين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين نسألك يا رب ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيت وعافيته وخاصة أمراض القلوب ولا مريضا إلا شفيت وعافيته ولا جاهلا إلا أصلحته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حواج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا نفيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يسر أمورنا وأشرح صدورنا لطاعتك يا رب ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين ويا كرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته